في حوارنا القادمة ناطق رثمي باسم وزارة الصحة الدكتور أحمد الشطي واللي من خلال هذا اللقاء رح نعرف أيضا استعدادات الوزارة للفترة اللي يا ينغل ساكل الله بالخير ساكل الله بالخير وسعيد أن يجدد اللقاء معك مع أسرة البرنامج مع الأخوة والأخوات المشاهدين الله يطاول عمرك حوارنا طويل ولكن بداية أخي نشوف هذا التقليل ونرجع مرة ثانية أثمرت الجهود الكبيرة لمسؤولي وزارة الصحة بتجاوز أزمة الأمطار التي مرت على البلاد في الأيام الماضية حيث استقبلت المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية العديد من الحالات وتعاملت معها وكان لمسؤولي الوزارة ببئا من الوزير الدكتور الشيخ باسر الصباح جهود كبيرة منذ اليوم الأول للأمطار حيث تواجدوا في غرفة العمليات المشتركة لمتابعة الأحداث جهود وزارة الصحة خلال أزمة الأمطار ستكون محور حديثنا في اللقاء التالي دكتور أحمد خاصة يعني الظروف الطارئة الأشياء اللي خارج عن إرادة الإنسان نوعا ما الواحد في من ينتقد وفي من يحل فأنتم من الناس اللي كنتم تحلون والله يعطيكم الصحة والعافية وهذا شيء مشهود لكم فيه شلون كانت استعداداتكم هل كانت تجهيز من قبل طبعا احنا صارت مطرتين ولو ثانية الأولى اللي نوعا ما صار فيها ربكة والثانية بالعكس كانت الاستعدادات قوية كنت جاهزين وتفاعلكم أول باول بداية نشوف قدر وزارة الصحة أن تعيش وتكمل كل الجهود تحت عنوان خطة طوارئ وإدارة عزمة نعم في جعبتنا كثير من الخبرة التراكمية تعاملنا ويحرائق النفط تعاملنا ويحرائق تهديدات أسلحة الدمار الشامل مرة بيولوجي مرة كيميكل مرة نوي هذه كلها من ضمن الاستعدادات نعم يمكن مو كثيرين يدركون أن في كل مستشفى في الكويت هناك خطة وهناك تمارين على هذه الخطة دورية يتم من خلالها طبع الجداول وتوزيع كوادر واستدعاءها للتدريب على هذا الموضوع اللي حصل في الكويت هذه المرة مع الأمطار الغزيرة حقيقة كان فيها كثير من الإيجابيات أمانة القيادة كانت في الميدان سواء معالي وزير الصحة الدكتور باسل الصباح أو سعدة الوكيل مدراء المناطق مدراء المستشفيات نوابهم القطاع الهندسي الفني كلهم كانوا موجودين وكان مما يثلج الصدر حقيقة أنه لما نتكلم عنهم في منهم ما انتظر الخفارة داوم وسحب لأنه استشعر المسؤولية نعم ويمكن هذه كانت حقيقة هنا لابد من تحية واجبة ومستحقة لأجهزة الإعلام بصفة عامة دون استثناء سواء الجهاز الرسمي سواء المجلس سواء القنوات الخاصة اللي حقيقة شحنوا جذوة الحس الوطني والالتزام دكتور هذا واجب أي شخص يعيش على هذا الأرض ويلاحظ ويشوف مجهود وطاقات الشباب اللي قاعدة يعني تستغل من ذاتهم أهم من نفسهم رايحين علشان يساعدون قاعد نشوفهم في المواقع سواء كان في الدائر السابع نفق المنقف في البيوت فرق تطوعية أيضا شاركت ولكن دكتور نبي استعدادات المستشفيات المستشفيات طبعا أنت لما تتكلم عن خدمة صحية في كبه عنوان نعم تأتي الأدوية تأتي الدم الكوادر والتجهيزات أما عن التجهيزات فلها خصوصية لأن نتكلم بلغة الأرقام في اليوم الأول دخل المستشفيات في أقسام الطوارئ حوالي عشرة آلاف حالة دخل العناية المركزة حوالي خمستائش بفضل الله سبحانه وتعالى تم التعامل معها كلها باقتدار ولم تسجل أي حالة وفاة في المستشفيات الحمد وشك الجانب الآخر عندما نتكلم عن بلاغات طوارئ لا بد حقيقة أن نوجه كذلك تحية لإدارة الإسعاف طوارئ الطبية الطوارئ الطبية التي من خلالها كان هناك 100 سيارة يمكن كل السيارات كانت منتشرة بالشوارع وفي منهم أخذ ثلاث أربع خمس مرات رايحين يعيين في الفترة طلع تصريح رسمي في الثلاثة أيام مانت المطر إجمالي البلاغات اختربت من ألفين بلاغ وكانت موزعة على الأيام الثلاثة طبعا دائما يكون هناك مرضى معينين اللي هم مرضى التهابات السدر الربو القلب بالإضافة إيه غرق دكتور نعم إيه غرق الغرق حصلت حادثة وحدة وهذه تدخل تحت ثقافة السلامة يمكن حادثة اللي حصلت بفحيحين يعني الله يرحمه يغمد روح لإينا وصبر هلا فزع لعائلته ويمكن يعني حسب ما وصلنا أن التقدير كان أو التيار أو السيول كانت أقوى منه فهذا اللي حصل لكن في قياس الطوارئ بمجمل الحدث لا شك أن هذا كان يعني أن تنتهي هذه الموجة من الأمطار اللي كانت في يوم واحد تعادل أكثر من السنة والعطلة أيضا هذه نسجل فيها حقيقة حسن تدبير ووجراء استباقي قلل كثير من احتمالات الشوارع اللي كان ممكن عوائل تغرق في الأمار هذا احتجتوا شيء كوزارة يعني أكيد يعني شوف ما في أنت مهما أدري كعمل مهما تسوي تبي تعطي الناس أكثر تبي تساعد الناس أكثر أنا ما أقول لك الحاجة أنه في قصور لا أكلمك لو هذا شيء موجود بالعكس رح يساعد أكثر وأكثر يعني شيء شوف يعني أنا أعتقد من الإيجابيات وجود القيادة واحد هذه كانت تيسر وتحفز وتشجع الجميع على الأمل جرد بكل الاحتياجات تحركت سواء على مستوى مستشفيات على مستوى مستوصفات وما يفوتني أنه أؤكد على أنه كان في 43 مستوصف أعملوا لمدة 24 ساعة موزعين في كل مناطق الصحية في كل المحافظات التي من خلالها يمكن الوصول لها وهذه من ضمن الأشياء التي تسعدنا حقيقة أن البنى التحتية عندنا جاهزة فبالتالي يمكن وصول لأقرب مستوصف خلال 10 دقائق بالسيارة في أي منطقة سكنية بالتالي نحن كانت نداءاتنا تخاطب المرضى الأكثر عرضة اللي هما مرضى الربو والقلب وننصحهم بعدم الخروج البقاء في المنازل استخدام جرعات الأدوية الاحترازية وإذا ما تحسنت الأعراض ممكن تجاه المستوصف وهنا أتكلم عن وحدات الطوارئ بالمستوصف وكل مريض عارف منطقته وعارف أينما يتجه وإذا ما نفعت ممكن يروح المستشفى لأنه أحيانا مع الزحمة مع تجمعات المياه قد يصير في تأخير في هذا الموضوع فظل الله سبحانه وتعالى كل المؤشرات تدل أن هناك كان تجاوب من خلال جمهور الكريم اللي اتبع النصايح ولو أنه كان في أقلية حقيقة طلعت وكذا ومثل ما قال زميلي أعتقد النقيب رضى في دار الطوارئ أنه أنت تروح تنقذ حالة تلقى ثلاثة أربع سيئير قاعدين فلو هم مثلا تبعوا أكثر ومعظم شباب ومن هذه الأمور تقلل كثير من اللود لكن بإجمال الأمر أكيد تقلل الجانب بالنسبة لهم كانت أن يصور هذا الإفنت اللي صير جدام يعني بلاغة تشوفوا اللي قافة موقتها بضعب أنا سميها ثقافة السلامة يعني نحتاج وائد نتطور بثقافة السلامة احترام الطريق احترام الخطر احترام التعليمات الرسمية بأعبر الخطوط الأرضية الزيبرا كروسنج هذه شفت فيديو طبعا أنا كنت بأعبر وقفت نص ساعة في فيديو انتشر في اليابان أن إذا أنت حتى على الإشارة الضوئية تعديت الخط اللي حاطين الناس تأتي فوق سيارتك اي شفت هذا من باب توعية السواق بدأوا يردون فخلص من يومها ما قاموا يتعدون هذا الخط الناس بدأت ثقة في الناس في الثقافة على قولتك السلامة وأيضا في المرور اي يعني انت معايزة خط مطر تبدأ الناس تشكي بين الشباب اللي يروحون يويلون ويقحصون وكذا بإساءة مو فقط لينفسهم ولكن لعوائلهم والأهال المنطقة لأن اللي ينسحبه هو والده أكيد فبتالي هذه من ضمن الأشياء اللي نريد أن نرتقي فيها خاصة عندما يكون هناك خطر يعني استحق من أهمية واحترام لأن قد يكون الضحية حياة قد يكون الضحية مريض قد يكون معاناة ولكن أمانة ما نريد أن نرسم صورة سوداوية بقدر ما اللي تفضلت فيه أن هناك كان ملحمة ملحمة وطنية حقيقة أول يوم خذانا في بغفوة على غفلة لكن الأيام التالية توحدت كل الجهود وعزفت سمفونية اشترك فيها الجميع على المستوى الحكومي ما ننسى طبعا المعلومة المهمة اللي هي إدارة أرصاد الجوية عطتنا المعلومة يومني أقول لك توا يعني هما ما شاء الله عليهم مجهودهم طول السنة موجودين ويشتغلون بكل حب لعملهم ولكن الحين صارت تركيز عليهم أكثر بسبب الأجواء اللي نوعا ما ما هي مستقرة وبعدين كانت وايد مدعومة بصور الأقمار الصناعية كذا وأصبح في ثقافتنا اليوم تسمع كثير يطالع أول ما يفتح يفتح التلفون يطالع الأجواء يلبس الليها ثقيل يجنب كذا هذا اللي يصير مثلا في نيويورك بلشتا يصير في لندن اليوم لما يصير في الكويت لا شك أنها قفزة لا ننسى كذلك المطافي لا ننسى الدفاع لا ننسى الداخلية الحرس الوطني طوارئ الطبية الفرق التطوعية الفرق التطوعية الإعلام الجمعيات نفعل المجتمع المدني كان لهم دور نعم وهذه ترى نحن بالنسبة لنا نحبها خاصة الفرق التطوعية لأننا لما نتكلم عن مفهوم المدن الصحية صدق أحد جوانبها أنك تاخذ الاعتراف أن يكون أنت عندك استعداد لخطة الطوارئ يمكن نحن ولا مثل الكهرب والماء والبلدية أحسنت أقول هذي للأهالي مفيد جدا حقيقة أنه مثل هذه الأمور يعني تتحفز الهمم نعم يصير فيه تواصل وتجسيد للوحدة الوطنية لا صوت يعلو فوق صوت الوطن والأشياء هذه فبالتالي لو كل منطقة أصبح فيها مجموعة تقوم على تسيير الأمور لحين ما يكون الدعم الحكومي موجود هذا رائع وأذكر في ذهني أنا لسا تقييم حالة مثلا في عمان عمان يصير عندهم فيضانات نعم فبالتالي إلى أن تصل الدعم الرسمي أهالي المنطقة هم ينفرزون هم يساعدون وأهالي المنطقة هم الأكثر معرفة بالبيوت التي فيها معاق التي فيها مسنين التي فيها مرضى التي يحتاجون بعدين ترى في شغلة يعني الواحد أنا أتوقع أن لو الدوامات تفرض على متفرض تقدم دورات في الإسعافات الأولية لموظفين أنت تدري وزارة الصحة تستهدف أن 10% من المجتمع يطقن مهارات الإسعاف الأولي نحن نحن عندنا في الصحة المهنية نريد أن يكون في كل شفت مسعف أولي مع خصوصية يعني مثلا قطاع نفطي وكذا يصير عندنا مو بس الإسعافات الأولية للكسور والنزيف وكذا حتى التعامل مع ملوثات أو كيماويات فكل حالة تعطمها فهذه من الثقافة التي نشد على الأيدي لماذا؟ لأن دائما أنا أقول في بداية الدورات نوجه الناس نقول يا جماعة أنت تكتسب مهارة قد ما تستخدمها لكن بين كل فترة وفترة قد تستخدمها مرة وحدة هذه المرة التي تستخدمها قد تكون في الطريق قد تكون في المدرسة قد تكون في المول قد تكون ممكن تنقذ فيها حياة فينطبق عليك قول المولى عز وجل ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وجاء جزء كبير من التحضر أن اليوم نحن نسعي لأن كل الطاقم في وزارة الصحة مسعف مو بس مسعف لكن حتى اللي بالرسبشن حتى اللي يعمل فني كذا يكون عنده هذه المهارة الناس اللي عندهم حضور في كل التجمعات سواء على مستوى نوادي على مستوى أماكن أخرى يكتسب هذه المهارة وهي متوفرة عيسى رمضان بو أحمد يقول أن اليمعة والسبت والأحد في مطرة صحيح شون استعداداتكم حق الثالثة أحنا طفنا من الأصعب أتصور ولا شك أن الآن أصبح الاستدعاء دخلوا لمرحلة الألفة وكل الناس عندهم استعداد ومليوم الناس يحذرون بعضهم وحتى على مستوى المواطنين يعني هذه كانت نقطة إيجابية اللي كان عنده خرير اللي كان عنده وانت بكراما بوالي عمسدودة سلكها التواصل هذه لا شك أنها خطوة متقدمة وزارة الصحة كما هي دائما على استمرارية في الجهوزية وهناك تعليمات مباشرة من أعلى الهرم معالي الوزير وسعادة الوكيل بتسهيل كل الأمور والقيادين سواء نوكلة مساعدين أو قيادة متوسطة سواء مدراء مستشفيات ورؤساء المراكز الصحية الأولية هم أنا نظر لها فرصة ذهبية بأنه يعرف ماذا ينقصها عشان يحصلها نعم وما هي الدروس المستخلصة من التجربة السابقة وبالتأكيد رح يتمتلع فيها أنت بترى بيني وبينك أنت ممكن تشوف وين مكان من الخلال عشان أنت تعدل أحسنت يعني هو بالنهاية أنت مو تبت تصيد أحسنت بس إحنا جناحين الجهاز الحكومي جناح والأهالي جناح آخر فبالتالي اتباع التعليمات الأخذها محمل جد وأنا حقيقة حيي حقيقة معظم الأجهزة الإعلامية عندنا سواء القطاع الخاص أو العام أنه أصبح عندهم بث مباشر نعم فأصبح من خلال التلفون أنت ممكن تتابع التعليمات ما يفوتني هنا أذكر نقطتين أنا أمانة فخور فيهم بنقدم لأن نخفض المخزون الذي كان 53 جيس يوميا أصبح 15 لكن بعدما صدر النداء ويراويك روعة السوشيال ميديا اليوم اللي بعد أنا كنت عندهم قبل يومين نقولون نياهم 450 جيس ماشا فهذا لا شك أنه يعني تضافر جهود وفزعة من المواطنين المقيمين من كل حتى الفئات النادرة فضلا عن ذلك كانوا حوالي 300 جيس من أحد المساجد بس الإمام تكلم وكان عندهم حوالي 12 سرير وتخيل فهذا لا شك أنه تعطيك يعني دلالة أنه هذا الشعب الكويتي ينفض عنه الغبار ويتوهج ويتألق في مثل هذه الأزمات هذه شغلة بس شغلة ثانية لابد أن نوجه تحية للمكاتب الصحية الخارجية لأنه نتيجة لتأخير المواعيد كان هناك استنفار تجديد المواعيد لهم أزيد فأقول لأنه كان عطلة يوم الأربعة والخميس صدر يعني أوامر من معالي الوزير بأنه تفتح العيادات يوم الجمعة من الساعة 8 ونص إلى 11 ونص لصرف الأدوية للأمراض المزمنين المرضى المزمنين اللي كانوا يحتاجون أدوية مثل هذه الوقفات حقيقة تظهر أنه هناك تفعاني مراعاة لظروف وأنه مثل ما نقول المريض أولا نقول المواطن أولا الوافد أو المقيم أولا لأنه منصة الصحة تستوعب الجميع دون تفرقة وعندما يأتي نداء الواجب كصحة صحة نحن ندرك أننا نضم سنفونية معزوفة وطنية نحن جزء منها لا ندعي أننا نحن الكل بالكل لكن يمكن في مظلتنا التي تتكلم عن 120 مستوصف تتكلم عن مستشفيات عامة حوالي 8000 سرير هذه لا شك أن الناس تنظر لها ونحن قدرنا أنه مثل ما نحن مسؤولين من المهدي إلى اللحت نحن مسؤولين ننظل عيوننا مفتوحة مع الآخرين 24 ساعة دكتور السؤال ترى هو مو من باب كوميديا لكن حصل عندكم خرير في أحد المستشفيات أو المستوصفات شوف يعني أنت لما تكلم عن هذه المنظومة قد يحصل لكن التعامل معها تم بسرعة لكن شكرا على هذا السؤال حقيقة أنا ألاحظ حقيقة في جرأة في يعني كلها واحدة أقولها بالعامية أنت شايف حرام الأوتوبيس اللي كل من يضرب بدون ما يعرف شو السالفة نعم نحن شوف صار مرة بالأدلة في ممرضة اعتدت على مريض بالعناية المركزة في تايلند حطوها ودوروها وحطوها بالمستشفى الأفلاني في خرير في بعض المستشفيات في المنطقة الخليجية نعم حطوها ولبسوها على أحد المستشفيات في طبيب كان شيش في بلد من بلدان الشام حطوها لبسوها هنا فهذه الجرأة لا يعني الكويت لا تستهل هذا صحيح فهذه الإشاعة محسوبة ضمن القانون فأنت ممكن أن أنت تحاسل قانونيا عليها أحسنت هذه أيضا نحن نوجهها نصيحة لكل من يتداول إذا ما عندك أدلة تحميك لا تفرط في حريتك وتسب معاناة للناس اللي يحبونك في لحظة شبابية في أماكن غرقة وصل منسوب المياه لارتفاعات كبيرة عندكم طراريد في إذا أتكلم عن إدارة الإسعاف إسعاف عندهم إسعاف جوي عندهم سيارات مجهزة للمرضى ومجهزة للتوصيل عندهم ما يسمى البقيات أو كبه وعندنا حين أيضا عندنا طراريد تستخدم للإنقاذ البحري هذا جزء من تدخل في إدارة المواصلات هذه كلها تم استخدامها من صح التعبير في كل الأماكن حيثما كان هناك داعي أنه يتواجدون في وجود شبكة الاتصالات لما الناس تلتزم بالشارع هذا يساعد في وصول الأمور بأسرع وقت ممكن فضل الله سبحانه وتعالى مثل ما قلنا غير حادثة الغرق هذه ما يحتاجنا شيء لكن استفدنا كثير استفدنا كمواطنين استفدنا كأسر استفدنا كهيئات حكومية وقطاع خاص بشكل خاص ما يفوتني ما يفوتني أني كذلك أشيد بالقطاع الخاص لأن بعض المستشفيات أعلنت على الملأة أنها على استعداد أن تكون جزء من منظومة الطوارئ لأي حادث طارئ كنوع من رد الجميل دكتور حتى كثير من الجهات في القطاع الخاص ما قصرت قالت حتى أنها فاتحة يدينها لكل من شارك في هذه الحملة في ناس أصلا شركات تجارية قاموا تسوي خصومات صح للناس اللي مثلا كانوا مشاركين في أمور تهمهم وتخصهم وتساعدهم أيضا الدكتور أحمد شطي أبي نقول لحق الناس الحين أن أي أن كانت نحن جاهزين أو لا المطرية يوم اليمع إن شاء الله اللي يمع والسبت إحنا جاهزين كالعادة كما كنا وسنظل في المستقبل إن شاء الله كل الجهود تظل ناقصة ما لم يعززها فهم وتعاون من الجمهور الكريم نعم إحنا مجتمع متعلم يمكن نسبة الأمية عندنا أقل من 1% فمن باب أولى أن نتواصل ونلتزم ونثق بالخطاب الرسمي لأنه نتكلم عن خطر عندما يكون الخطر يعني مو منصنع الإنسان هذه يعني خنسميها قدر الله طبيعة كذا نريد أن نحترم الخطر حتى لا تحصل عندنا وفيات حتى لا تحصل عندنا معاناة بين المرضى وحتى نتكاتف نتواصل على مستوى أسر على مستوى فريق لا تطلع ترموز هاجنينك على حسن مصلحتك أحسنت كل الشكر لك ناطق الرسمي باسم وزارة صحة دكتور أحمد الشطي حوار دائما ممتع معاك وفيه من الفائدة ما يروي المشاهدين إن شاء الله يا رب كل الشكر بك اشتركوا في القناة